اشتركوا في القناة في المرة الثانية يقول لم أعطيه فيقول فرص الشيخ حلى علي أسم في ذلك الحمد لله بالنسبة لهذا العامل الذي طلب غسل السيارة وأبى صاحب السيارة كما عرض في السؤال فإنه ليس له الحق في الأجرة ولذلك إذا وجدت سيارتك قد غسلت وأنت أفهمته بعدم رابتك في غسلها فهذا تبرع منه ولك أن تعاقبه لأن أحيانا بعض الغسل للسيارة يضرها يعني قد لا يفهم هذا العامل هذا المعنى فتوجد من السيارات من تتضرر بالغسل العادي هذا وربما أثر على قيمتها وأثر على شكل السيارة ولا شك بأن هذا اعتداء منهم هذا اعتداء وتصرف غير مسؤول ولذلك لا يستحق ولا درهما واحدا فكونك أنت برعت له في الأولى أما الثانية فأقترح عدم يعني إعطائه وذلك حتى لا يجد مدخلا على الناس من خلال استدرار عطفهم ولذلك هو فهم بأنك أنت لا تريد غسل السيارة أن يغسل السيارة فمع ذلك تجاوز وغسلها ليستدر عطفك وليدخل عليك وعلى أمثالك من الأخيار والطيبين من خلال الناحية العاطفية الدينية ومسألة الحلال ومسألة الحرام ولذلك هذا تصرف غير مسؤول وتصرف تصرف ممكن يخالف عليه أيضا النظام وممكن ترتب عليه عقوبة فحتى يحسم مثل هذا الأمر أنا أقترح عليك يا أخي الفاضل أنك ما تعطي مستقبلا وأنك أيضا تحذر وتنبه على أنك ستبلغ عنه الجهات ذات الاختصاص حتى لا يعني يستغفل الناس ويدخلون عليهم من مثل هذه المداخل ترجمة نانسي قنقر